اختتما في كنيسة القديس جوارجس للروم الملكي الكاثوليك في مدينة الفحيص بمحافظة البلقاء مخيم الأطفال العراقيين والذي أقيم تحت عنوان تعالى وانظر وقد أقام على خدمة المخيم متطوعون من شبيبة الرعية وعدد من الأشقاء العراقيين برعاية قدس الإرشمندريك بولوس حداد كاهن الرعية الذي أعرب عن سروره لإقامة هذا النشاط في رعية الفحيص وقد اجتمل المخيم الذي استمر خمسة أيام على أنشطة روحية وثقافية واجتماعية إلى جانب تعليم اللغة الإنجليزية للأطفال العراقيين